بقصارها الزماني مجرد ساعات قليلة بعيد إعلان مفوودية الانتخابات في ليبيا استلامها ملف ترشح نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سيف الإسلام كانت كافية لدخول محتجين على خط رفض ترشيح ما يعتبرونه خطرا على مستقبل ليبيا إغلاق لمراكز انتخابية بمدينة الزاوية وغريان أعقبه غلق لأبواب فرع مفوودية الانتخابات بمدينة زليطن ومنع للموظفين من مزاولة عملهم وتسليم الناخبين بطاقاتهم الانتخابية تصعيد وإذ أعطاه المحتجون سبغة مقاومة واجبة لظروف إجراء الانتخابات في شكلها الحالي قابلته المفوودية بتأكيد على أنها تتسلم ملف ترشح أي مواطن ليبي طالما انطبقت عليه شروط الترشح ووسط الجدل والضغط الداهمين بشأن ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسية ليبيا تسللت أخبار تفيد برفض ملفه من قبل المفوودية العليا للانتخابات لتتبدد بتأكيد اختراق صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن هجوم إلكتروني لم يتوقف منذ فترة وإذا كانت دعوة المدعي العام العسكري الليبي وقف إجراءة ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفطر بمثابة عبء إضافي على مفوودية الانتخابات فإن التلويح بفرض عقوبة على ما يمكن اعتبارهم معرقلين للمصاري الانتخابية بمثابة دعامة تستند إليها الهيئة في طريقها لإنجاح الاستحقاق الانتخابية